بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا رعب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينبقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كبروا سواهم عليهم أعذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى مصالي من شاوة والعماذاب العظيم ومن الناس ويقول آمنا بالله في اليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخاجعون الله والذين آمنوا وما يخدرون إلا أمسهم وما يشعرون في قلوبهم مرضوا فزادهم الله مرضا ولهم أذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا بالأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفاء ألا إنهم هم السفاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا وآمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إننا معكم إنما نحن مستهزمون الله يستهزم فيهم ويمدهم في طيانهم يعمون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مذل كمذل الذي استوقد نارهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماع فيهم مات وران وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوارق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطوها بالصارة كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم نعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماع ما فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم بي ريب مما نزلنا على أرضنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا سهداكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا من الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولو بها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيه أن يظلم مثلا ما بروضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون أهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصلوا ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم ينيتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا وتجالوا بها من يفسد بها ويسفك الدماء ونحن نسمح بحفدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وألم آدم الأسماك الله ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماك هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا أدو أنبئهم بأسماك فلما أنبأهم بأسماك قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وألم ما تبذون وما كنتم تكتمون وإن قلنا للملائكة تسجدون يا آدم فسجدوا إلا إبني سأبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزولك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاعنا حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا بطومنا جميعا فإما يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هدى يبلى قوم عليهم ولا هم يحزنون والذين كبروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكرون المتين التي أنعمت عليكم عوضوا بعهده أو ببعهدكم وإياها فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بعياتي ثمنا قليلا وإياها يبتقون ولا تلمسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون واقموا الصلاة وماتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتابرون الناس بالبر وتنسون أموزكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظلون أنهم لا قرارهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا جمعتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شماعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ لجيناكم من آل في العالم يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ آدنا موسى أربعين ليلة ثم اتغذتم العدل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقوم يا قوم إنكم ولمتم أنفسكم باتخانكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتنوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأغذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بأذناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رادا وانخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نوهر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استزقى موسى لقومه وقل نظر بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فدعلم كل ناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تازوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقدسائها وفومها وعدسها وبصلها قالا تستردلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباغوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكبرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابرين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صادعا فلهم أجرون من دربهم ولا خون عليهم ولا هم يحزنون وإذا خذنا من ذاككم ورفعنا فوقكم الطور وقلوا ما آتيناكم بقوة وقلوا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فجعلنا هذا كان لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تلبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعونا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دعونا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكر اللون وتسر الناظرين قالوا دعونا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة شابه علينا وإنها إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرض مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن لجئت بالحق فلبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فاندارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم التعقنون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك بأيك الحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق ويخد منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله مغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنونكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحذفونه من بعد ما عقلوهم وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحجوكم به عند ربكم أبلا التعقبون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا آمانية وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتغوا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تفسر النار إلا أياما معدودة قل أتحدت عند الله آدم فلن يخذب الله آهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سينته وحاطت به خطيته فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعبدوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا من ذاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأعطوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا خلنا من ذاقكم لا تسفقون لماكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أطررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإذن والعدوان وإن يأتوكم سارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاه من يفعل ذلك منكم إلا خذهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافر عن ما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفلنا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفا كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فبريقا كذبتم وبريقا تقتلون وقالوا قلوبنا أولف بل لعنهم الله بكفر وقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من رجل الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرموا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به يومسوا من يكفروا بما نزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباعوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيلوا لهم آمنوا بما نزل الله قالوا نؤمنوا بما نزل علينا ويكفرون بما وراه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خلنا ميذاقكم ورفعنا موقكم الطوى قلوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ويتجد أنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عنوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى ووشى للمؤمنين من كان عدوا لله وبلائفة رسولي وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات المينات وما يقفر بها إلا الفاسقون أو كلما عادوا عدن بذروا فريق منهم بل أكثروا بلا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عبد الله ونصدقوا لما معهم نبد بليق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أعزل على الملكين بباب الهاروت ومعروت وما يعلم أعلمنا حد حتى يقولا إنما نحن فتنة ولا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المر وزوجه وما هم من ظالمين به من أحد لا بيزي الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترعوا مالهم بالآخرة من خلاق ولبئس ما شعروا به يومسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكابرين عذاب نانيم ما يعد الذين كروا من آل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يقتص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آياتنا وننسنا نأتي بخير من آه مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قبير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر من إيمان فقد ضل سوا السبيل ود كثير من آل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند يومسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمنه إن الله على كل شيء قدير واقعوا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا ليومسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجه الله هو محسن فلو أجره عند ربه فلو أجره عند ربه ولا خوم عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يترون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم بالدنيا خزي ولهم بالآخرة عذاب عظيم ولله المجرق والمغرب فعينما تغلوا فثم وجه الله إن الله واسم وليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرهم فإنما يكون له كون فيكون وقال الذين لا يعلمون لو لا يكربنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قولهم من وقولهم تشابت قلوبهم قد بيّن الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولل اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر لي فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل كون نعمتي التي أنعمت عليكم وعني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ تلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعدك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال واهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مذابة لله سوامنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أنطهر بيتي للطائفين أنطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم ربه لهذا بلدنا منا وارزق أهله من السمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى ذا بالنار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث بيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطبيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطبع لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون ما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا لو نصارى تحتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أعزنا إلينا وما أعزنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي أرسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نمرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمذل ما آمنتم منه وقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفي كوم الله والسبيل العليم سبغة الله ومن أحسن إلى الله سبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى قل أأنتم أعلمهم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفاء من الناس ما ولاه من قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المسرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مشتقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينطلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس من روح رحيم قد نرى تقلم وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجوكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عن ما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابين قبلتهم وما بعضهم بتابين قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن بريكا منهم ليكتبون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي لكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لعلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليأتم نعمتي عليكم ولا لكم تهتدون كما أرسل الله لكم رسول منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويؤلمكم الكتاب والحكمة ويؤلمكم ما لم تكونوا تعلمون فالكروني أنكمكم واشكروني ولا تغفرون يا أيها الذين آمن استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولون من يقتن بسبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلغنكم بشيء من الخوم والجوء ونقص من الأموال والأنوس والسمرات وبشر الصادرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعار الله فمن حج البيت أو التمر فلا جناع عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعيون إلا الذين تأبوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كبروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمالين خالدين بها لا يخفبانهم العذاب ولا هم الضرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختنام الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا في الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسعاب المسخل بين السماوات والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الآية أن هذا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إن يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراء العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرع منهم فنتبرع منهم كما تبرعوا منها كذلك يليهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتمنوا خطوات الشيطان إنه لكم أدو مبين إنما يأهونكم بالسوء والفحشاء أن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومذل الذين كروا كمذل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آبوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميت تودم ولحمى الحزين وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير بار ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونه إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشترهم ضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب مفي شقاق بعيد ليس البر أن تملوا وجوهكم قبل المجرق والمغلب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمغفور بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص من القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفيا له من أخير شيء فاتبعهم بالمغموم وأباهم إليه بإحسان ذلك تخفيهم من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فلهم عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم ما حمر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إذمه على الذين يبدلونه إن الله سميع العليم فمن خاف من موص جنفا أو إذما فاصلع بينهم فلا إذم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معجودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطلقونه هدية طعام مسكين فمن تطوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أُنزل به القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصرهم من كان منيضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدس ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا أسعى لك عبادي عني فإني قريب نجيب دوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام رفضوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله وأنكم كنتم تختانون عمسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروا هن وابتعوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيامين ولا تباشرون وأنتم آكبون بالمساجد تلك حدود الله بلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطن وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا لتأكلوا بريطا من أموال الناس بالإذن وأنتم تعلمون يسألونك عن الله الله قل يا مراقيت للناس والحج وليس البر من أن تأتوا البيوت من مهونها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذي يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ذك اقتلوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والبتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله رفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا أدوان إلا على الظالمين الشعر الحرام بالشعر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم ما تدوا عليهم بما تدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنبقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والمرة لله فإن أحسرتم فما استعيسر من الهدي ولا تحنقوا روسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مليضا أو به يدا من رأسه ففتية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع من العمرة إلى الحج فبس سيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهلهم حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد الإقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفض ولا مسوق ولا جدال في الحج وما تبالوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزهد التقوى واتقون يا أولي الألباب لعنس عليكم جناح لن تبتعوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وانكون كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيغوا من حيث أفض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له بالآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين بلائذ ما عليه ومن تعخر بلائذ ما عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجب فقوله بالحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الدش صام وإذا تولى سعاد الأرض يسد ويهدك الحرص والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل لو اتق إلاها خلت الهزة بالإذن فحسبه جهنم فحسبه جهنم ولبيس المهاد ومن الناس من يشري نفسه اكتر ومضات الله والله روح بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأرض وإلى الله ترجعوا نور سأل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة وليبد الجعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد الإقاب زين للذين كمموا الحياة الدنيا ويزخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله ينرق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم ماذا الذين خلوا من قبلكم مستهم البأسا والضر وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحموا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشعر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكهر منه والمسجد الحرام وإقراج آليم وأكبر عند الله والبتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كابر فأولئك حبطت أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب هم فيها خالدون إن الذين آمنوا الذين هاجوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجعون رحمة الله والله رفور رحيم يسألونك عن الخبر والميس نقل فيهما إذم كبير ومنافع للناس وإذمهما أكبر من نفرهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتام أقول إصلاح لهم خير وإن تخالطون في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكعوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكعوا المشركين حتى يؤرنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغذرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتلكرون وأسألونك عن المحيض قل هو ألا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تطررون حتى يطهر فإذا تطهر فأترون من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حظ لكم فأترون حظكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وأعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عظة لأيمانكم انتبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع العديم لا يأخذكم الله بالله في إيمانكم ولكن يأخذكم بما كسبت قلوبكم والله أفور حليم للذين يؤلون بالنساء تربص واربعات أشهر فإن فاعوا فإن الله أفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع العليم والمطلقات يتربص بأنفسهن ذلا لتقو ولا يحل لهم أن يكتب ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولة الحق لردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولا هن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان عمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتهم لشيئا إلا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقا فلا تحل له من بعد حتى تنكه زوجا غيره فإن طلقا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنى إن ظنى أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبقى ناجعهن فامسكوهن بمعروف أو سلحهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرار لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخنوا آيات الله هزوى وإكرون ما ترغي عليكم وما أزل عليكم من الكتاب والحكمة يعيوكم به واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغنا جلهن فلا اتعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يغضرن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع وعلى المولود له رزقهن وكفتهن بالمعروف لا تكلف نفس لا أسعها لا تضار والدة لولدها ولا مولود وعلى الوالث مثل ذلك فإن أراد أفصالا أن تراض منهما وتشاول فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستضروا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وأعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذنون أزواجا يتربص من أفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلان أجرهن فلا جناح عليكم بما فعلن فيه أموس إن بالمعروف والغاو بما تعملون خبير فلا جناح عليكم فيما أرغلت به من خطوة النساء وأكرمت في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرون ولكن لا تواهدون سر إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا وقدة النكار يتعيب وانكسى وأجنى وأعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاهذروه وأعلموا أن الله وفور حليم لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تبسرون أو تفرضو لهن مريضة ومتعوهن على الموسن قدره وعلى المقتر قدره متى أم المعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسرون وقد فرطوا لهن مريضة فلسه ما فرت لله يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأنت عفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاة والصلاة المشطى وطمو لله قانتين فإن سبتم فرجالنا ورقبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين والذين يتوفون منكم ويذبون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جنا عليكم فيما فعلنا فيه أوسهن من معروف والله عزيز حكيم والمطلقات متاعا بالمعروف حقنا للمتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أولوهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو قبل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع نظيم من ذا الذي يقرب الله قرما حسنا يضعفه له أضعافا كثيرة والله يقضر ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال ألا سيت إن كتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرنا من ديالنا وأبنائنا فلما فلما كتب عليهم قتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم من ظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعد لكم طالوا تملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه ولم يعتزاة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة من العمي والجس والله يعطي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آتهم كي يأتيكم التعوت لي سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل وآل تحملوا الملائكة إن بذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتريكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اغترب غرة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزهم هو والذين آمنوا معه قالوا لا قتلنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا رائقا من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجانوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ولبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموا بإله وقتل داود جانوت وآتاه الله الملق والحكمة وعلمه مما يشاء ولولاده الله لنا سبعضهم بعض فسدت الأرض ولكن الله فضل على العالمين تلك آيات الله لتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فلو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شباعة والكابرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفر منه إلا منه يعلم ما بين أيديهم وما خلبهم ولا يحيط رمش من المي إلا بما شاء وسيأ كرسي السماوات والأرض وسيأ كرسي السماوات والأرض ولا يؤون حذوهما وهو العلي العظيم لا إكرام الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكهر بالطاوط ويؤمن من الله فقد استمسك من مروة الرزق على الرصام لها والله سميع عليم الله ولي الذي آمن يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كبروا أولياؤهم الطاوط يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار ينفي وخالدون ألم تر إلا الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يدل قوما ظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأمات الله مئة عام ثم بعث قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى الغضاء كيف منشزها ثم نكسوها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أهل ميكا وتخيل موتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير وصورن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزاء ثم ادعوهن يأتينك السعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل ثم لتمي تحبه والله يضاعف من شاء والله واسر معديم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يترعون ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجرهم من دربهم ولا خون عليهم ولا يحزنون قول معروف مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله عني حليم يا أيها يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي يملك ما له رعاء الناس ولا يؤمنوا بالله واليوم الآخر فمذله كمذل الصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومذل الذين ينفقون أموالهم اعتقا وابضا الله وتذبيت من أنفسهم كمذل جنة كمذل جنة لربوة أصابها وابل آتت أكلها ضعفا فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيرد أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل السمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يَا أَيُّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ 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 وَمَا تُمِّقُوا وَاللَّهِ 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 تَنْفَلَهُمْ أَجْرُهُمْ فَلَوْمَ اَجْرُهُمْ مِنْدْ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يَأْكُنُونَ الْرِّبَاءَ لَا يَقُومُونَ إِنَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِينَ يَتَخَبَّطُوا الشَّيطَانُ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه مغيظة من ربه فانتهى فله ما سلب وأمره من الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم بها خالدون ينحق الله الربا ويرجي الصدقات والله لا يحب كل كفار ناتيهم إن الذين آمنوا عملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولو ما قلقوا بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذلوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم لكم رؤوس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم ترفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين ناجر مسمم فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب من العدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمن للذي عليه الحق ويكتب الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضريفا أو لا يستطيع أي من الله فليبلي الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومراتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا من آجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وعدنا أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناعنا لا تكتبوها وأشهدوا إذا تباياتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تبعوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سبر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بغمكم بعضا من يؤدي الذي يأتمنى أمانته وليتق الله ربه ولا تكتبوا الشهادة ومن يكتبها فإنه آسم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما فيه يغزق ما أو تقفوه أو تقفوه يحاسبكم به الله فيغضر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نبرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلب الله نفسا إلا رسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملتم على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا الطاقة لنا به واعف عنا واغفل لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين